تراجع حاد ووهن في البنية الاقتصادية لسوريا تحت حكم آل الأسد تزداد يومياً حيث أظهرت نتائج دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات تراجعاً واضحاً في الصادرات والواردات السورية البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أوضحت أن قيمة الصادرات الإجمالية بما فيها النفطية والسلاعية في فترة الأزمة تراجعت من مليار وتسعمائة مليون دولار في الربع الأول من 2011 إلى أقل من خمسة وتسعين مليون دولار في الربع الأول من 2013 أي بنسبة تراجع بلغت خمسة وتسعين في المئة الحال نفسها بالنسبة للواردات حيث أظهرت الدراسة التي تمت بالتنسيق مع حكومة النظام أن الواردات الإجمالية انخفضت من أكثر من أربعة مليارات دولار في الربع الأول من العام 2011 إلى أكثر من ثمانمائة مليون دولار في الربع الأول من العام 2013 مقربون من النظام يرجعون هذا التراجع الحاد في الصادرات والواردات إلى العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية إضافة إلى أن المصارف تشددت في تقديم التمويل للتجارة الخارجية وقلست من الفترات المتاحة لهذا التمويل إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها هذه المعادلة الصعبة كان تأثيرها أشد على السوريين في المناطق المؤيدة للثورة والتي يتعمد النظام انتهاج سياسة العقاب فيها في أشكال عدة على غرار سياسة الجوع أو الركوع التي اعتمدها النظام في ريف دمشق وتحديدا في معظمية الشام أو سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها في الكثير من الأراضي الزراعية كما هو الحال في ريف أدلب ومحافظات أخرى الأهالي في مختلف المحافظات يواجهون تأزم الوضع الاقتصادي بالكثير من التكافل الاجتماعي وذلك من خلال مبادرة خيرية يحاولون من خلالها الاعتماد على أنفسهم في تجاوز الأزمة جمعية قارة الخير نشرت سندات قبض لما يفوق 16 مليون ليرة تبرع فيها مقترب القلمون في الخليج العربي لمساعدة أهالي قارة نازحين منها بعد اشتياحها من قبل قوات النظام النظام الذي يواصل تقهقره اقتصاديا يحاول التضييق على المدن والبلدات المناوئة له فيما يحاول الأهالي تجاوز محنتهم وتدبر أمورهم ولو أن الأمر يبدو صعبا في الكثير من الأحيان ترجمة نانسي قنقر